الاهلي رايح السنة دي مش مجرد المشاركة برغم اللي انا عايز اتكلم فيه برضو ودي ما حدش اتكلم فيه ممكن انا عايز يعني اتكلم فيه لان المعطيات قبل البطولة كانت بتقول حاجة ولكن لعبت النادي الاهلي في الملعب بقيادة جماهيرهم وجهزهم الفني قدموا حاجات تانية خالص وعلى فكرة كمان لعبت النادي الاهلي ما قدموش كل اللي عندهم لقد عندهم اكتر من كده اكتر من كده فالاهلي مش مجرد المشاركة بس كل مرة بنروح نقول كده مش مجرد المشاركة بس الناس كانت قال انا لكن شوفنا الماتش اللي فات ونتمنى الاستمرارية ان شاء الله ممكن فعلا يكون غايب عنك التوفيق قبل كده في نسخة او نسختين من كاس العالم لكن انت بتقدم بنفسك صورة شرف الجميع صورة شرف مصر صورة شرف العرب صورة شرف افريقيا ولكن النادي الاهلي ما بيحققش ولا بيعمل الانجازات دي زي ما بقول لحضراتكم الا لما يكون وراء جماهير زي جماهير العظيمة دي جماهير العظيمة اللي احنا بنقول دايما هي على الحلوة والمرة جماهير تحرك الصخر تحرك الصخر احنا كلنا عارفين امتها احنا كلنا عارفين امتها عارفين امت وتأثير جماهير الاهلي في الملعب حضرتكو طبيعته الماتش اللي فات في ملعب الجوهرة المشاعة الملعب ده بتاع اتحاد جدة بتاع نادي اتحاد جدة مستضيف البطولة وكلنا شفنا جماهير النادي الاهلي كانت اكتر من اصحاب الارض الاشقاء في السعودية لان ده هو النادي الاهلي ودي جماهير النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي وراه في كل مكان مش مهم الظروف يعني حتى الجماهير بالعدد دوت كان عندها ثقة في الجهاز ثقة في اللعيبة ثقة في شخصية النادي الاهلي عشان كده تجمعت بالمنظر دوت وكان عندها ثقة في اللعيبة جوال ملعب انها هتعدل الماتش ده وحتوصل لابعد حتة ابعد حتة بالنسبة لنا احنا بنبص على النهائي ان شاء الله باذن الله ماتش النهاردة يكون استمرارية للماتش اللي فات عندنا اكتر من كده ايو عندنا اكتر من كده عندنا اكتر من كده كتير احنا لعبنا انا بقول الماتش اللي فات نادي الاهلي لعب بنص مستواء هو مش في أفضل مستوياته الفترة الحالية لكن النادي الأهلي النهاردة إن شاء الله بإذن الله يكمل المسيرة أنت النادي الأهلي كله لازم يعمل لك حساب ساعات كانت الناس الصغيرة بيقول يا عم إحنا أصلا طالعين من بعض الماتشات النتائج مكادش كويسة العروض مش كويسة يا رب الماتشي عد على خير لا النادي الأهلي جماهير النادي الأهلي عارفة كويس قوي كويس قوي النادي الأهلي ده إيه عشان كده بقول لحضراتكم من الماتشي اللي فات شفنا جماهير النادي الأهلي شفنا لعبة النادي الأهلي جوة الملعب كان شكلها إيه الفلوس مش كل حاجة آه الفلوس مهمة جدا 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 ولكن قيمت قيمت فنلت النادي الأهلي بفلوس الدنيا كلها بفلوس الدنيا كلها لا تقعدلها يعني نتكلم على نقدر نتكلم بملايين بمليارات والله لا تقعدلها مليارات ولا تقعدلها مليارات الدنيا كلها فنلت النادي الأهلي غالية أوي 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 وده اللي شفناه الماتشي اللي فات من جماهير النادي الأهلي جماهير النادي الأهلي ولعبة النادي الأهلي الماتشي اللي فات عزفوا السمفونية أجمل سمفونية شفناها الفترة الفادر جماهير النادي الأهلي نجاح لأي بطولة تواجدوا النادي الأهلي في أي بطولة حتى ولو كانت بطولة عالمية نجاح للبطولة دي ده اللي شفناه الماتش اللي فات جماهير النادي الاهلي بقول لحضراتكم عصفة سيمفونية أحلى سيمفونية بدأت بالهتاف للنادي الاهلي بدأت بالهتاف لفلسطين وانتهت ليلة جميلة مكسب للنادي الاهلي شفنا بقى معزوفة ما بين جماهير النادي الاهلي ولعبة النادي الاهلي اللي شرفوا النادي الاهلي وكانوا فعلا على قدر المسئولية وفعلا زي ما بنقول يستحقوا تشيرة النادي الاهلي